للمرة الأولى تشهد محافظة الحج حملة توعوية متخصصة بسائق مركبة السير غير المرخصة في المحافظة حيث ستتولى تنفيذها إدارة شرطة السير الحملة التي تهدف للحد من حالة الفوضى التي تلت وضع ما بعد الحرب تسهم بدفع ملاك هذه المركبات إلى سرعة ترقيمها وجمركتها تفاديا للمسائلة القانونية مستقبلا تأتي الحملة كنشاط أمني بالتزامن مع مباشرة لجنة الجمارك مهامها بالمحافظة حيث دعت السائقين إلى استقلال فرصة تخفيض الرسوم المفروضة على مركبتهم طبعا بالنسبة للمركبات التخفيضات واردة على اعتبار أنه وصلت التخفيضات إلى 85% 85% للموديلة القديمة و2007 وتحت على اعتبار أنه من عام 2007 وما دون التخفيضات حقا 85% وبعدها كده على أساس أنه تدريجية تصاعد على 5-5 وفرصتها الآن السيارات التي هي مقهولة أنها الآن تحمل لوحات وأنها تكون نظامية وشكل سليم وهذا يعطي صفة رسمية للسيارات المقهولة والسيارات التي تتقول بدون أرقام أو بدون ما تعرف لمن هي أو لمن صاحبها السائقون يرون أن الحملة ستسهم في تطبيق القانون وخض حالات الفوضى كما ستمكن رجال الأمن من ضبط المخالفين ومن يستخدمون السيارات والمركبات لأعمال خارجة عن القانون أكثر من 300 مركبات تم ترقيمها وجمركتها مد مطلع الشهر الحدي للسيارات والمركبات التي دخلت بصفة رسمية أو مجهولة وهو ما ساهم في رفض خزينة المحافظة بمئات الآلاف من الريالات بحسب المختصين لكن تبدو العملية غير كافية بالنسبة لعدد المركبات غير مرخصة التي دخلت المحافظة اختار شعتل لقناة بلقيس محافظة المنحلة اشتركوا في القناة